مرة أخرى حصلت ديمقراطيون الذين يسعون إلى عزل الرئيس الأمريكي على حجج جديدة قد تدين دونالد ترامب في قضية ما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا الإدارة الأمريكية وللمرة الأولى قدمت إقرارا على لسان كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني يفيد بأن ترامب ربط منح مساعدات مقررة لكييف لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية لكن بعد ساعات قليلة من الجدل الذي أثاره هذا الاعتراف رجع مولفاني ليؤكد في بيان أن تصريحاته استخدمت بطريقة مشوهة حسب تعبيره في إطار الحملة الشرسة ضد رئيس البلاد إضافة إلى ما صرح به البيت الأبيض خرج السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي ليعلن للكونغرس أن ترامب ومحاميها الشخصي أقحم السياسة الأمريكية الداخلية في المحادثات مع أوكرانيا بما في ذلك طلب التحقيق بشأن شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن خصم ترامب السياسي وعلى ما يبدو هذه التصريحات حسب الديمقراطيين ستضيف دعم للتحقيق في الكونغرس حول ممارسات الرئيس الأمريكي ضغوطات على نظيره الأوكراني فلودومير زيلنسكي هذا التحقيق الذي تم فتحه قبل ثلاثة أسابيع في إطار عزل ترامب فالديمقراطيون يريدون تحديد ما إذا كان الرئيس قد استغل منصبه لأغراض شخصية خصوصا عبر تجميد أموال لإجبار كييف على التعاون وكان ترامب قد طلب في نهاية يوليوز الماضي من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق حول منافسه المحتمل في رئاسية 2020 جو بايدن وأعمال نجله في أوكرانيا قبل أن تجمد الإدارة الأمريكية في الشهر نفسه مساعدة عسكرية بقيمة نحو 400 مليون دولار مخصصة لكييف غير أن ترامب يسر على أنه لم يمارس أي ضغط في هذا الجانب وأن المساعدة تم تجميدها خلال فترة تقييم المساعدات المقدمة لأوكرانيا من قبل شركائها الغربيين الآخرين ترجمة نانسي قنقر